كله حل؟ زي الفول الحمد لله حب نبدأ بحاجة بتاعة أولوبا دي ونخش الأولى على الزمالك والأهلي نخلص زمالك والأهلي وبعد كده ندردش بروح نبتلي زمالك والأهلي وبعدين نكمل بقى على رح طيب الزمالك والأهلي نبدأ بيهم نبدأ بزمالك زمالك شخص نبقى نضحكم ترتيب المباراتين يعني يلا الزمالك ببراح عمل مباراة كبيرة بداية ما كانتش جيدة بصراحة هدف وبعد كده تعادل حسنين الأمور إيه دا رايحة في سكة صعبة جدا والنفر إيه ضعيف جدا وبعد كده انتفجر نادي الزمالك بص في علامات مهمة في المباراة المنافس ما يخلكش تقول قوي إنه المباراة كانت صعبة الزمالك ظهر بشكل جيد لا ما ظهرش بشكل جيد لكن في بعض العلامات المهمة العلامة الأولى في المباراة إنه يواصل التأكيد على إنه اللاعب الأهم والصفقة الأهم لنادي الزمالك كانت الإبقاء والتجديد لأحمد سيد زيزو لأسباب كتير جدا 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 هنتكلم عليها في تفاصيل المباراة أحمد سيد زيزو ما بقاش بس هو الرجل الوينجر اللي بيشتغل وبيسجل أحمد سيد زيزو بقى هو ترمومتر أداء نادي الزمالك منذ الموسم الماضي مع أشرف بن شرقي حتى بعد رحيل أشرف بن شرقي شال مسؤولية الخط الأمامي لنادي الزمالك بل تهديف وصناعة وهو اللي بيعمل عليه حتى الآن فريرة معظم الشغل اللجومي لنادي الزمالك ليه أحمد سيد زيزو أقولك ليه أحمد سيد زيزو ده أحمد سيد زيزو اللي عمل كتير قوي في مباراة الأمس على الرغم أن كان فيه عيوب في فرقة نادي الزمالك كان فيه مشاكل أفتكر هنا يا كريم ما يتكلمنا وقلنا أنه على الزمالك الحذر من 4-2-3-1 بالشكل اللي بيلعب يوقف لي هنا بس اللقطة دي قبل ما نكمل فعلى الزمالك الحذر من 4-2-3-1 هنتكلم فيه نهاية كلامنا على المباراة ليه مش فيه مشكلة في 4-2-3-1 لكن خليني أقولك هنا تبين لك قيمة اللاعب قيمة اللاعب مش بس الجون ولا إنه قوة أوضاع في المنافس لا ليه هي الصفقة الأبرز للزمالك هو التجديد لأحمد سيد زيزو ليه أحمد سيد زيزو يساوي ما دفع فيه من أجل التجديد هقولك الحركة بدون كورة بتساوي كتير جدا جدا بصك ريه بوقف لك نفس الصورة كأنها كابي بيست بنغير التشيرتات ونفس الوقفة كابي بيست ده شغل مدرب وحفظ لعيبة اللي اتنين منفعش أقول حاجة تانية غير كده لما تتقرر للمرة السبعة يا كررت للمرة السبعة كتسجيل أهداف مش بقولك كررت للمرة السبعة كنمط في الفترة الأخيرة منذ نهاية الموسم الماضي حتى الآن كمان كمان لحد ما تبتري تنزل كور بس وقف هنا كابي بيست نفس الوقفة بنفس الطريقة بنفس التكلفات بتاعت فريرة والفرق عارفة أن الزمالك بلعافها بالطريقة دي جودة الكروس خلي بالك التكنيك هنا بتاعزيزو بيعمل ايه زيزو بيعمل الكروس برجل يمين عشان تلف بعيدة عن الحارس زيزو لو بيعملها من ناحية دي بيعملها من ناحية الشمال هتبقى في اتجاه الحارس ممكن ياخدها إنما من ناحية اليمين بتاعة الزمالك الشمال بتاعة المنافس لما بيعمل الكروس برجله اليمين فالكورة بتلف في البر بقى صعب جدا على الحارس انه يطلع اخذها لان زي ما تشوف بص الحارس على الصورة المتثبتة حاول يطلع لكن تأكد انه مش عارف يجبه وهو بيرجع خلاص انتهت القصة فتأكيد للمرة كتير جدا على اهمية الكورات السابتة كما لايه اللقتي عشان بدأت تتحسن من المباراة الماضية شوفنا ده بيحصل لكن الزمالك من الموسم الموت ده بقى العادي بتاع الزمالك كورات السابتة ضربات جزاء في الزمالك وخلينا اقول لك انه لقطة اصارت استغراب الكثير في مباراة الكثير بين الاهل والزمالك اللي انتهت اثنين واحد قبل المباراة في التسخين لقيت انه لقيت الزمالك وقفيني الوقفة دي الراجل بيكرر لهم نفس القصة حتى في الاحمق ما قبل المباراة كنا في المباراة وشفت حتى انا استغربت فوقتها لكن سألت لا حفظها لك قبل ما تنام حتى اللي هي بتكرار لانه هو فريرة عارف انه اوقات المباراة بتقزم ملاقاش حل غير كده صح صح لما لما فرقتي ما كنتش في حالتها ما عنديش اوراق كتير وده كان حصر السنة اللي فاتت فالرجل لقاها ان هي بتجيب نتيجة طول الوقت وبتساعده في التسجيل فالنقطة الاولانية كانت زيزه النقطة التانية كانت الكرات السابتة خلينا نروح بقى لنقطة مهمة جدا 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 واللي على الزمالك الحذر منها وقلتلك كريم من حلقتين قلتلك انه الزمالك بحسام عب بلمجيه التحديدا مع احترامي لعيب بروميسين جدا سنتر باك الاساسي مع محمد مغربي في المنتخب الاولمبي كان وارد جدا ان ينضم له للاصابة للمنتخب الاول لعيب قادم بقوة ان يكون مدافع ولا هو دور عظيم جدا فوج الزمالك هي السنة فايت بالدفع مليون في المية طبعا لكن كان ليه دور عظيم والزمالك بيلعب تلاتة في الخط الخلفي ايه مشاكل حسام ومحتاج يشتغل عليها؟ انه عنده مشكلة في الترنت لعيب طويل عنده مشكلة في المرونة عنده مشكلة في الفوتورك فمحتاج انه يشتغل على ده لانه هو ريك تلاتة اربع لقطات الزمالك بتضرب بنفس الطريقة امام فريق متواضع فده بتتقيج جرس انزال ده مش معنى اذا مالك كان سيء او اذا مالك كان جيد او ان حسام سيء او ان حسام سيء لا هي مهم جدا انت بعرفها تضرب من ايه؟ خاصة خاصة انه حصلت في المباراة الاولى حصلت في المباراة الثانية قبل الهدف ولنا بتريد نعرض اللقطتين اللي قبل الهدف تاخد وقت طويل ويمكن من حسن طالع الزمالك انه بدأ السيزن باربع مبارايات في المتناول مع فرق في المتناول في دور الاربعة وستين والتنين وثلاثين من دورة افطال افريقيا جرس انزار قبل بداية الدورة الزمالك لو ده بص شكل الاربعة صعبين جدا صعب صعب فرقة الزمالك تبقى دخلة ضمة فانا عندي سبيس وراء الظاهرين كمان بص يا كريم ما عليش وقف هنا بص اخر العيف الكادر عندك من تحت يا كريم فاضي ولو في العيف من ناحية الشمال التاني فاضي واللعيف اللي تحت مش مسكة فراغات كبيرة جدا 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 فمش بس غياب الوينش مؤثر لكن كمان تغيير الطريقة محتاج حاجات كتير يمكن بيعول فريرة ان مع الوقت هيحفظه يمكن بيعول على الصفقات اللي تيجي في وسط الملعب وهتحاول تقفله للسبيس دي زي عمر السيسي تحديدا او نبيل عماد دونجا بعد العودة من الاصابة وارد جدا بكن يبدو ان هناك صعوبة في هضم فكرة الاربعة اثنين ثلاثة واحد او الاربعة ثلاثة ثلاثة اللي بيحاول فريرة يلعبها كمان ان عنده مشكلة في غياب امام عشور نتكلم علاه فوقت اللهك عشان الوقت ماشي